هس نجهدنا هنا للطريقة الحل الثانية يعني هس إحنا مشانة أدنى ثلاث طرق للحل هس نرجع هاي بالنسكات لك طرق الحل أولا نيوتن ثانيا معادلة الطاقة اللي هي الانيرجي مثود ثالثا لا قرانج نيوتن شرحنا لي جواب هس معادلة الطاقة معادلة الطاقة شنو؟ عندك هاي الانيرجي مثود أول شي يريدك تعرف أنواع الطاقة أنواع الطاقة عندك اللي هنه ثلاثة إما كتلة وإما سبرينج وإما دامبار طيب راح تجي تقول لي زين أنت مو بخلي لي ملاحظة بالبداية أنه إحنا ما نستخدم الانيرجي مثود في حال أنه أكو دامبار في حال أكون مخمد إيه إحنا صح ما نستخدمها بس أنا هنا دا أعرفك على أنواع الطاقات ليش حتى بالشرح الجاي تعرف أن أكو نوع من أنواع الطاقة ترى اسمه دامبار حتى ما تستغرب شكله ما زالت الملاحظة ماشية مو غلط طيب الانيرجي مثود إيش وقت تستخدمه بحال عندك كتلة وسبرينج تجي تستخدم الانيرجي مثود ممكن زين أول شي نجي واحدة واحدة أول شي الكتل طاقة الكتل شنو قانونها قانونها هذا اللي هو تكون طاقة مخزنة على شكل كائنتك انرجي شنو قانونها واحد على اثنين واحد على اثنين م اكس دوت تربيع وزاعد واحد على اثنين اي ثيتا دوت تربيع الجزء الأول هذا يمثل خطي والجزء هذا يمثل دوراني يعني حسب السؤال انت انطاك خطي تحذف الدوراني الطاق دوراني تحذف الخطي الطاق الثنين نخلي دوراني وخطي الملخص المو موجود تشيله ملخص الكلام هذا القانون خلصنا من يمه قانون الثاني سبرينج شنو قانون اللي هو يكون على شكل مخزن الطاقة اللي هو هذا PE تساوي واحد على اثنين KX تربيع زايد MGH زين اول شي طبعا هالا الف تساوي الكفل X عوفا هذا الشرحناه بالبداية ما للسيطرة الاشياء بسيج كاتباني زين عندك الMGH احيانا تكون موجودة واحيانا ما موجودة احيانا يقول لك يهملها بالسؤال يعني يقول لك ماسلس اذا تهملوا الكتلة اذا تهمل الMGH احيانا تبقيها يعني انتش عندك ألخص الكياه بملاحظة صغيرة من ينطيك بندول وكتلة تخلي MGH ماكو شي لها قل لك يهملها اهملها هاي خلصت يعني مو دائما هاي موجودة مرات تنحذف ومرات تبقى الطاقة الثالثة اللي هي طاقة الدمبر واحد على اثنين CX ودوط تربيع هاي يعني بالمواضيع الجاية راح تفهمها طيب انت راح تشوف اكو عندك رمز اللي هو المومنت اللي هو هاد طبعا بالمناسبة هذا الكلام خاف تشوفه وتقول هادا شينو هادا عوفي لانا شرحناه بالبداية يعني الـ X من تشتق الصير سرعة والسرعة من تشتق الصير acceleration والـ X تشتق الصير X dot X dot تشتق الصير X double dot theta تشتق الصير theta dot theta dot تشتق الصير theta double dot كلام معادي يعني ماكو جديد بي زين هسا نيجي على الآي الآي المومنت أو في نرشي بمين تجيبه انت سعدك هذا الرمز بمين راح تجيبه هذا الرمز الى قوانين كل شكل الى قانون مطلوب من يمك ستة شكال تعرفهم الشكل الاول اللي هو الشكل القرصي قانونة شينو اللي هو الآي تساوي 1 على 2 AMR تربيع الشكل الثاني اللي هو الشكل الحلقي يعني اكو حلقة داخل القرص قانونة آي تساوي AMR تربيع الشكل الثالث اللي هو البنادول وكاتب لك ماسلس يمه شتستخدم لها آي تساوي ML تربيع طيب الشكل الرابع اللي هو عندك البار شنو قانونة اللي هو الآي تساوي ML تربيع زين شكل الخامس شنو اللي هو عندك كأن يكون بار مثبت من الوسط والنص الفوقاني طولة اللي هو ال على 2 والنص الجواني ال على 2 شنو قانونة آي تساوي ML تربيع على 12 خلصنا من هاي شكل السادس اريد تركز بي وياي وراح اكبر الكياح حتى تكون تفهم شون الشكل هذا صغير هذا الشكل اولا هذا مثبت بس ما مثبت من الوسط مثبت من الثلث الفوقاني يعني شنو يعني معناها اكو ثلث ينلي جو اللي هي 2 على 3 L من جو هاي وحد وكو عندك L على 3 هذا الجزء وحد زين اني شنو اللي اريده اولا القانون هسا حنا شنو قانون اللي هو الآي تساوي ML تربيع على 2 هذا زايدك قاعد 10 حاليا زايد MD تربيع الD تربيع مين تجيبها الD تربيع كاتب لك لي جو واني بالعربي اسا من اكبر من ارجع الصورة حالة طبيعية تقرأكم ملاحظة لي جو شنو عندك الملاحظة هي انو الD تمثل المسافة اللي هي من السنتر ما للجسم لمركز التثبيت هذا مركز التثبيت وهذا السنتر يعني هاي المسافة الزغيرة شنو رح اطلع هاي المسافة الزغيرة اولا اني عندي الجوة 2 على 3 والفوق من مكان ما للتثبيت هذا الى المنطقة الفوق هي 3 على 3 يعني 1 على 3 يعني 3 فوق و3 جوة زين طيب المسافة من الوسط الى هاي المنطقة هي 2 على 2 نصف المسافة زين شنو بعد قدك اني اريد المسافة الزغيرة الوسطية شرح اثوي رح اقول لي المسافة كلها هاي ناقصا هذا الفوق يعني الي هي المسافة منها هاي اريد احذفه شون احذفه خليها نظف خف صارت خفصة مسافة منا لي هنا ناقص المسافة مننا لي هنا يعني ل على 2 ناقصا ل على 3 حتى شيطلع يصفالي فقط هذا الشيء الزغير اللي هو عدي يمثل لشوش كاتبلك انا انا كاتبلك ل على 2 ناقصا ل على 3 كاتبلك ملاحظة سارجع للشكل كاتب لك من سنتر الجسم إلى نقطة التثبيت إذن ليهنانا تمام هاي أنتو عرفت الآية ماين تجي عرفت الإنيرجي مثل شنو الطاقات اللي موجودة بيهن هسا نيجي إدنا للسفرنقات اللي يطيكيها بالسؤال أحيانا تكون توالي وأحيانا تكون توازي هاي شغلات المفروض تتذكرها من السيطرة مالكورس أول بس راح يشرحها بسرعة أولا طبعا أنتو بدي من جو هاي أنا عاكس يعني النص الجو عندك سيريوس عندك السيريوس شنو عندك هذا الساحة تشوفه مثبت من فوق وعندك بي كي اثنين بهذا السبرنق هذا السبرنق وهي كتله زين أول شي عندك هاي كي وهي كي ذني صايرة توالي قانونها هاذ وذني هاي كتلة لي جوه هذا وهذا عندك ذني سبرنقات اثنين مجموحا اللي هو هات توازي صاير آي خلصنا من ذني طيب نجي هسا للفوق يعني هسا تعرفت هذا التوالي هذا توازي نجي له هذا الشكل هاي أكي وهاي أكي ذول الاثنين متتاليات صايرة اذن ذول توالي طيب وذول الاثنين هذا وهذا مفصولات واحدة عن اللخ هذول توازي هذول بمجموعهم اثنين هم أنا مسميهم كيげ وهذول بمجموعهم اثنين هم أنا مسميهم كي وانا حتى بسكر ومستعرف شن اللي بسميهم بالسؤال زين هذول الاثنين وهيا الكي يعني صارين توالي رح يعتبرون لانا ادي ما جتهم بسبرنق واحد ذول طابق الاثنين كتبت للكي ثري تساوي هاي ما للتوالي وسويتهم يا السبرينج خلاصت ميامهم هذا الشكل أحيانا شكل لاخ مثلا شنو عندك هذا السبرينج بعدين كتلة بعدين سبرينج هسا هذا شي يعتبر هذا يعتبر توالي فتكتب للكي كي وي وتسوي لهاي الشغلة زيان ملاحظة صغيرة قبل شوية قلت لك الوزن أحيانا يدخل بالسؤال وأحيانا ما يدخل الوزن شون يدخل باع إذا كان عندك مثبت من جهة اليسار يعني إذا شوف عندك نجي هاي اليسر الرسم مثبت من اليسار وأكو سبرينج وكتلة فوق صغيرة دائرية حاطلك ومثبت من جوه هذا شنو هذا الشكل الوزن ما يدخل بالسؤال ليش شنو الوزن صغير ليه فوق يعني ما ناخده بنظر الاعتبار هنا لا هنا شنو شوف هسا هذا السبرينج هاي الكتلة قصدي ممكن تروح لليمين وممكن تروح هيتش إذا يمين يسار يعني الكتلة تتحرك إذا الكتلة ناخدها بنظر الاعتبار ليش ناخدها بنظر الاعتبار لأن الكتلة منزلة من السبرينج يعني قاعد تتحرك السبرينج هنا ما تحرك السبرينج هنا الكتلة مستندة على مركز التثبيت اللي هو هذا مستندة عليه واقف وعدلة بينما هنا جدي صغير خلانا نظف الصفحة حتى ما الصغير خبصة هنا جدي صغير عدك بهاي الكتلة نازلة لي جوا يعني ممكن تكون لها تلاعب بهذا السبرينج اللي موجود إذا الوزن يدخل بنظر الاعتبار هنا من يدخل بنظر الاعتبار هاي كملاحظة أريد تكون تخليها يمك طيب هسا يجي عندنا شنو لخطوات الحل خطوات الحل شنو عندك أولا نحلل المنظومة إلى X1 و X2 لازم أعرف وين مكانات الحركة القاعدة تصير ثانيا أطلع له الكانياتك انرجي والبوتينشيال انرجي ما للسبرينجو ما للكتلة ثالثا نطبق القانون العام شنو القانون العام هذا ما ذكرته هناك قانون عام أكو هنا عندك اللي هو شنو D على DT KE زائد PE تساوي صفر طبعا هذا قانون أطول بس هو يعني مختزل الكياب هي تشكل آني بصورة سريعة طيب نقطة الرابعة نجد معادلة الحركة بعد التعويض هاي يعني اسوالف رياضية بس آني حاطها كنقطة من فصلة لي أن بيها شغل شوي النقطة الخامسة نجي لأوميقا ن نفس الأوميقا ن اللي هي معامل الثيتا على معامل الثيتا دوت قبل شوية كانت معامل الإزاحة على معامل التعجيل هاي معامل الثيتا على الثيتا دوت فرق ببيناتين وشوف ذاك القانون رجع له وشوف هذا طيب أدك هاي ملاحظة اللي هي تخلي المعادلة بدلالة رمز واحد غالبا مثلا غالبا تكون بدلالة رمز الثيتا نفس قبل شوية من قلت لك أكو ملاحظة بأول مثال شرحته قلت لك لازم تكون تصفى المعادلة برمز واحد مو عدة رموز هذني القانونية صراحة يعني مادري مو كل شي استخدمتها بس أحفظ غين خاف تحتاجهم بالمعادلة تصفني بشي وتحتاجهم أدك ذني جاهزات إذن لي هنا أنا هسا شرحت لك الانيرجي مثود أساسياتها خطوات الحل القوانين الموجودة بيها ترجمة نانسي قنقر